موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم استقرار في العوام الجوية مع انخفاض تدريجي في الضغط الجوي على مناطقنا وتوسط الحرارة مرتفعة أقصها هذا اليوم كان بين 20 و24 درجة سجلنا 23 درجة بتونس العصمة وكانت في حدود 17 درجة بالمرتفعات كما تلاحظوا عبر سور قامر استناعي كانت تسحب عامة قليلة في حين تم تقلبات رئيسية نرتقي بها إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع ومعها تغيرات واضحة في العوام الجوية قبل ذلك يوم الغد سيكون التقس مغيم جزئيا على كامل بلاد والحرارة ستتواصل في ارتفاع نظرا لتواصل هذه الرياح من قطاع الجنوبي على مناطقنا الحرارة القصوى ستكون بين 22 و26 درجة وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات بتونس الكبرى قد تصل إلى 24 درجة بتونس العصمة 20 بقليبي 22 بنابل 24 ببنزرت 25 بزغوان 23 بيتبرقى باجا وكذلك بسيريانا 24 بجندوبة 22 درجة بالكاف 18 بيتالة حرارة مرتفعة بالنسبة إلى هذه الفترة بالقيروان 26 درجة بجهة الساحل 24 بسوسة 23 بالمونستير وبالمهدية 22 بسفاقس وقرقنا بسيدي بوزيد تقس مغيم جزئيا الحرارة 21 درجة بالقصرين 20 وبالجنوب الغربي تقس مغيم جزئيا إلى مغيم آخر النهار واثناء ليل 20 درجة بقفصة 24 بيتوزر و23 بيكبلي بالجنوب الشرقي حرارة أيضا مرتفعة 24 درجة بقابس جربة 24 بمدنين و22 بتاطوين و23 بالمادة وبالبرمة بأقصى الجنوب بالنسبة إلى الملاحة والسيد البحري الرياح ستكون من القطاع الجنوبي قوية بأغلب السواحل خاصة بالسواحل الشمالية تصل أحيانا إلى 45 عقدة البحر شديد الاتراب إلى هائج والرياح ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بمنطقة خليج الحمامات إلى غاية الشابة ستكون الرياح جنوبية سرعتها قوية أيضا ما بين 25 و35 تصل أحيانا أو تتجاوز 45 عقدة والبحر شديد الاتراب وبخليج قابس ستكون الرياح جنوبية غربية سرعتها قوية نسبيا ما بين 15 و25 عقدة والبحر مضرب إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بنواق شوت تقس في استقرار سماة صافية 33 درجة في حين أمطار بالضرب بيضاء 18 تقس كثيفة سحب الجزائر 18 سحب قليلة بترابلس 23 درجة سماة صافية بالخرطوم 31 درجة 22 بالقاهرة مع سماة صافية وبمكة المكرمة والمدينة المنورة تقس مغيم مع أمطار خاصة بمكة الحرارة في حدود 28 درجة سحب قليلة بمسقط 24 درجة 22 بأبوظبي 23 بالدوحة 21 بالكويت وببغداد بشرق الأوسط تقس عامة قليل السحب الحرارة في حدود 17 درجة بالقدس الشريف دمشق و18 ببيروت بإسطنبول 14 درجة سحب عابرة سحب عابرة أيضا بروما 18 في حين بمرسيليا سحب كثيفة مع أمطار أمطار أيضا ببرلين 6 درجات وبلندن أمطار 12 درجة بريكسيل 13 مع زول أمطار بفينا سحب كثيفة 12 بجناذ 10 درجات مع أمطار وتقس كثيفة سحب ببريز أمطار بمدريدة 11 درجة وبلشبونة 16 مع نزول أمطار بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة بداية من يوم السبت إن شاء الله تغيرات واضحة في العوامل الجوية انخفاض في الضغط الجوي ومعه ستتحول الرياح إلى شمالية غربية تكون قوية قرب السواحل ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد لكن المهم هو تكاثف السحب ونزول الغيث إن شاء الله بمناطق شمال الوسط ومحليا بمناطق الجنوب كميات ستكون بكميات أوفر خاصة بمناطق شمال غربي وانخفاض في درجات الحرارة أقصى سيكون ما بين 16 و21 درجة يتواصل هذا الوضع الجوي الشتوي نسبيا مع رياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة وبين الحين والآخر نسجل أمطار بمناطق شمال الوسط ومحليا بمناطق الجنوب الحرارة تكون أقل من المعدلات لشارفيفري وأقصها سيكون ما بين 14 و16 درجة بمناطق الشمال والوسط وما بين 16 و19 درجة بمناطق الجنوب شروق شمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة السابعة و14 دقيقة وغروبها في الساعة الخامسة و53 دقيقة لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الواهب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 880 40 40 4 مرات أو قط صلاة اليوم الغد الجمعة التاسع من فيفري الموافق لـ 28 رجب 1445 هجري صلاة الصبح بداية من الساعة الـ 45 و40 دقيقة صلاة الجمعة ابتداء منتصف النهار و40 دقيقة صلاة العصر بداية من الساعة الثالثة بعد زوال و29 دقيقة صلاة المغرب بداية من الساعة الـ 55 دقيقة وصلاة العشاء ابتداء من الساعة السابعة و21 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة